من الغراث يجب أن تقول اذهب ثاني تجاه اذهب إلى الغراث طب كيف يمكننا نظر هذا ماثم ماثماتيكا ماثماتيكا لكن ماثماتيكا فهو قال نأخذ دلتا اكس ونأخذ دلتا اكس نعم ما ينفعش ما ينفعش دلتا اكس دي ليه يبقى I need to stay near فهو قالتش كل من اللي ما سمعتهاش وكنت عايز أسمعها L Derivative I want to find the slope of the function at this point سب هو اللي بيقول لي لو مشيت يمين هتزيد ولا هتقل أو ما نختار يمشي يمين يمشي شما صح العرب صح العرب ثاني انت شايف هنا ان الفونكشن بتزيد كده Mathematical presentation of the function بتزيد كده ان السلوب بتاعها positive صح؟ which means انها لسه بتزيد يبقى you should go that way صح؟ فالفترة اللي هو قالها صح برضو بس in the sense of ان I want to find the slope مش in the sense of ان انا بشوف الفونكشن زادت ولا مزادتش quite a different concept عن اللي كنا بنعمانه في golden section برغم انه ظاهريا بعمل نفس الحكاية بقى بلوت نقطة هنا نقطة هنا لكن I'm looking for the slope and that's a completely different point of view الفكرة بقى ان finding the slope نروح نفسه على الشابتر بتاع numerical differentiation how do we find the slope هنلاقي في طرقتين طريقة ريضة من اللي كان بيقولوا بتقول ايه شوفي نقطة قابليها ونقطة بعديها اش كده مثلا هنا x minus epsilon او x1 minus epsilon وهنا x1 plus epsilon طح والslope is approximately equal to delta f على delta x اللي هتبع f of x1 plus epsilon minus f of x1 minus epsilon على 2 epsilon طح وده خمينا ايه انا محب افكركم كل شيء ده خمينا ايه خمينا ايه بالفعانات difference او في numerical differentiation central difference it's quite accurate طح طح لكن it involves two evaluations of the function وانا كده كده بدور على حدا approach فيعني وفر على لوحه طح not to say and the slope damage more accurate but actually the slope itself is not my target the target is to know which direction to move صح الغلط طيب فانا هقول this might be quite enough خلاص epsilon دي قد ايه حسب المسألة خلاص لكن انا هجيب مقطة واحدة بس تجد من السلوك طيب حلت جبت السلوك اروح فين بقى لو السلوك فاصل يبقى انا عايزة امشي كده لو السلوك negative يبقى انا عايزة امشي كده طح اروح فين اعمل ايه هو ده السؤال نعم جبنا السلوكة this is an approximate let's call it M علشان بس ايه نستخدمها بعد كده اتحرف بدلا ما نعود لك كلمة سلوك again what to do now تاخد step وتعمل نفس الprocess تاخد step تاخد step قده دي 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 يعني مثلا هقول اكس 2 ايكول اكس 1 بلس M ف 15 ولا او ليه ما هو للصبت ما هو موجود عندك any ideas wrong concept upside down concept ي trim this up يبقينا بعيد عن الطول چكذا بقى يشد jump towards the uptoom لكن اللو سلسو غير يبنى اريب من the uptoom بقى يشد move slower صح usually بيكتب alpha في m alpha دي جماعة بتوع المسيين المşيينو بيسموها a learning rate هكرا بيكتب بيسموها step التgging اشه الفكتب اشه انتظم الوقت من اشه اشه ه réponse ان orient لست النقاط في جاسب الصوب ازاي بأي طريقة الطريقة اللي انتو قلتوها is quite accurate اتجاب لي the flow بس it turned out not to be that important لان انا not really looking for the slope هلأ فالفرست order approximation of the slope is enough اللي هو عملناه ناخد حتة وبعدين نعمل the evaluation of the slope عن طريق delta y وبعدين بما ان انا خلي بالك من the statement please بما ان انا looking for the maximum يبقى همشي في اتجاه the slope if i'm looking for the minimum مفروض امشي في اتجاه تاني ازاي امشي في اتجاه تاني احبت هنا ناقص وش داي واقش كلام اللي بتقول لك which point to use as the next approximation for the opto فاللقوش داي بتقول امشي حتة ادي دلواتي السوف او صح؟ حتة في السوف لو خدت السوف times one okay depends on اتباقات لان ان انت تتمشي كي دا كذا تيجي هنا بس لكن اللي قلنا نص هتيجي هنا ربا تيجي هنا ثلاثة وربا هتيجي هنا which is not wrong okay it's not wrong لان انت are you it's the possibility ان انت to overshoot the optimum certainly ممكن اوي فعلا السوف اللي بعد كده تجيبك هتلاقي السوف ناجتب بس المعادلة مش هتتضغي لان السوف نفسه ناجتب فالمعادلة دي هترجعت لورا هتفضل رايح جاي مشكلة الطريقة دي حكاية رايح جاي دي ممكن تيجي في الاخر تقرب اوي من الاوطنون بس متعرش صبقات رايح جاي طريقة دي بيسموها steepest descent descent d-e ولا d-i d-e متعرش اشتغل d-e ok بسموها stiffest descent لان usually we use it to find the minimum not the maximum ok بس دونس المتعر if you're looking for the minimum تاني هتعمل اي في المسألة دي فهائر الاشارة فاتعرفت بنفس الاس stiffest descent بس are you looking for the maximum او minimum maximum يبقى plus minimum يبقى minus full stop نعم 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 ما هو تاني بس انا تفاعلهم كلمة واحدة استكروه اوكي اه يا فا في الحالة انتبدوار على الماكشم بس ما stiffest descent بس في الاخر الاثنين نفس المسألة الفاري بينهم اشارة لكن الاسو المشهور لو قلت فيها حيث تستمت الناس هتفهم ان انت بتستخدم relation زي دي بتبتدي من النقطة وبعدين تجمع عليها حاجة في السوق الحاجة دي بتحضي how quickly you're going to move the smaller the alpha the more accurate او بقى لاش the more accurate the nearer you will get to the optimal بس on the other hand the slower you will get to the optimal عشكال دي someone learning base if it's high you'll move quickly بس move quickly يعني you can overshoot خلاص if it's slow you'll move slowly بس امكانية الovershoot هتبع قل وستيل هتوصل in reasonable number of iteration ترجمة نانسي قنقر